أسوأ وأفضل قنوات عربية على يوتيوب مرحبا كيفكم؟ بمقطع اليوم رح نحكي عن أسوأ وأفضل قنوات عربية على منصة يوتيوب بس قبل ما نبلش ما تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس دايما بنحكي إنه مثل ما فيه قنوات وصنع محتوى عرب بأدم محتوى سيء الهدف منه الضجة وإثارة الجدل فيه كمان قنوات ممتازة وصنع محتوى مبدعين وبأدمه أفضل محتوى للجمهور وكمشاهد لهاي القنوات بصير واجب عليك تركز وتفكر مين رح تتابع لهيك خلوني أبلش أحكي لكم أول شي عن أسوأ قنوات عربية وشو الأسباب اللي خلتني أحطمي بهاي القائمة ملاحظة ما في شي شخص بيني وبين أي حد فيهم أنا هنا بتتلم عن محتوىهم بجوز يكونوا أشخاص رائعين خارج اليوتيوب هاي أمور أنا ما إلي علاقة فيها حديثي حيكون عن المحتوى فقط الصفص طائع رح يكون إلها مستقبل عظيم ومبهر ومشرق خلال عشر سنوات فقط يؤدي إلى الخلاف والجدال والتعصب والتقاتل الصفص طائق نال يوتيوبر عراقي اسمه الحائلة هو علي كشاكش وعلي في بداية مسيرته على يوتيوب كان بيقدم محتوى التعليق الرياضي ولكن فجأة تحول لشخص عنده أفكار غريبة زي الإلحاد والتشكيك في وجود الله خاصة بعد منزل مقطع بعنوان هل الله موجود غير المقطع اللي شكت فيه بعلماء مسلمين اهتدى على إيرلم كتير ناس زي الداعية العالمي ذاكر نايك فكيف شخص مثل هذا ما عمل شي بحياته ولا أدم أي إشي للإسلام بحكي هيك كلام على شخصيات أكبر منه في العلم والسن والمكانة وما اكتفى بهيك بس راح نزل مقطع بعنوان أكبر خدعة أكلناها وهاجم فيه لعائلة وصار يحكي إنه العائلة هي أكبر هادم لشخصيت الإنسان وأحلامه وحريته ومستقبله وإنه الشخص بيدفع فيها تمن غالي وهالتمن مش شرط يكون فلوس بس التمن هو حريتك وهي أفكار بصراحة خطيرة على أطفالنا وشبابنا اللي بتابعوه وممكن يقتنعه بأفكاره لمجرد إنه يوتيوبر وعم يحط حاله بدور الناصح والإسلام ما صور العائلة بهي النظرة المتخلفة اللي بيحكي عنها الشخص الإسلام حكى إنه الأسرة هي أساس المجتمع والإنسان فيها بيكون عايش بأمان مع أهله واللي استفزني أكتر من هيك هالمقطع اللي بعنوان فلسطين لمين وحكى فيه إنه اليهود والمسلمين شعبين عم بتقاتلوا من سنين على فلسطين وإنه فلسطين من آلاف السنين ما كانت لشعب بل لشعوب كتيرة أصده يحكي إنه عادي تعيش مع اليهود وتعمل معهم سلام وتطيع والإشي اللي بدي أحكي لكم إياه إنه اللي صرلنا بنحاربهم من سنين مش يهود هادون صهاينا أجوا احتلوا أرض فلسطين وأعطتهم بريطانيا وأمريكا فلسطين ولملموهم من كل العالم يعني الصهاينا لا كان عندهم وطن ولا كانوا شعب واحد كانوا مشتتين في كل دول العالم فشكل الصفستائي نسي يحكي إنه هدول الصهاينا سرقوا فلسطين هذا غير ترويجه للمثلية وعالم الألوان في المقطع اللي حكى فيه إنه أكبر المفكرين والملوك في العالم كانوا مثليين زي الفيلسوف أرسطو وهذا الكلام كله تخبيص ومش صحيح لأنه أرسطو أساسا كان متزوج يعني بصراحة ما بعرف كيف بيستهبل بهذا الشكل وبحكي كلام بدون دليل أو مصدر صحيح وبرأيي إنه هذا الشخص بيسع على الشهرة بأي كلام وبأي طريقة حتى لو على حساب الدين والمعتقدات والمسلمات في الحياة وهي النوعية من المشاهير أسرع ما ينساهم الناس موفلوكز اليوم نحن عندك كتير كونفليكس ولازم نسوي أكبر صحيح كونفليكس وإذا أنا بتقول أكتر صحيح كونفليكس يعني أكبر صحيح كونفليكس وأنا ما بعرف الجواب كيف كيف موفلوكز من أكتر اليوتيوبر اللي طلع عليهم حكي كتير بسبب تصرفاته في بداية مشواره على يوتيوب لاحظ إنه إذا حد صورة أخته على الصور المصغرة للمقاطع شبه عارية رح تزيد المشاهدات وهذا يعني ارتفاع الأرباح وهالتصرف مش صح أبدا والمفروض المسلم يحاوز على أخته ويبعد عن عيون الناس ولكن مو ما وقف هنا بس فصار يعمل المقاطع تبعته مع يوتيوبرز بنات ويتعمد يحط صور مصغرة لهم وبوضع مش مناسب هذا غير النصب اللي نصبه على متابعينه بعد مهم الدعاية لأحد مواقع الاستثمار وبصراحة هذا الشي ما بيستوعبوا عقل فكيف بدك تحط فلوسك في هالموقع وخلال سنة تسترجحهم مضاعفين 16 مرة وبعد هيك اتضح إن الموقع نصب والناس اللي وثقت في موفلوكز خسرت فلوسها وهلأ خلوني أحكي لكم عن ثلاثة من أفضل اليوتيوبرز العرب من وجهة نظره الأول جو حطاب فلسطين 1948 يوم النكب وجو هو يوتيوبر أردن الجنسية اسمه جهاد جمال توفيق حطاب بتابع على قناته حالياً أكتر من 11 مليون مشترك وهذا اليوتيوبر من أفضل اليوتيوبرز العرب لأنه باختصار شخص مبدع ومميز في المحتوى اللي بيأدمه واللي بيركز على تصويره في لقات السفر جو بيخليك تلف العالم وإنت قاعدة ببيتك وبخليك تتعرف على ثقافات الشعوب حول العالم وما عمري شفت جو بنزل شي فيه اللي تأدب أو شي مخالف للديانات والعادات والتأليد كلها وحتى يصور إلنا هذا المحتوى اتعرض للخطر والاعتقال فعمل تجارب حياتية مع قبائل وشعوب في أماكن خطيرة كان ممكن تسبب بموته كل هذا عشان ينقل المعرفة للمتابعين وحاول ينقل التطور العلمي والعالمي اللي بيصير في العالم وقدم شرح مميز عن بعض الكوارث زي انفجارة شرنوبل والمهم كمان حكى عن القضية الفلسطينية في مقطع إسطوري استخدم فيه كل الحقائق والأدلة على عكس السفستائي اللي شوه الإسلام والمسلمين والقضية الفلسطينية وبصراحة بهيك محتوى عربي الواحد بيفتغر فيه لأنه مشرف صورتنا قدام العالم طبعا اليوتيوبر الأردني أحمد أبو الرب غني عن التعريف وبقدر أحكي إنه ما وصل للي وصله اليوم بسهولة لكن في أول مسيرته على يوتيوب عانى كتير مع اليوتيوبرز العرب خاصة إنه كان بيقدم محتوى انتقاد واللي كان بزعج عدد كبير منهم وهو كمان ما خلى يوتيوبر عربي إلا وحكى عنه وفي النهاية وصل لنتيجة واحدة وهي إنه لازم يبعد عن اليوتيوبرز ويعمل شي تاني يبدع فيه أكتر وبعد ما تهدد بستجن ضرب ستوب وقرر يبدأ صفحة جديدة في قناته ويبلش محتوى تجارب وتحديات وهالشي كان تحدي بالنسبة له لأنه المحتوى الجديد صعب وبده جهد وتعب وفلوس كتير وبنقدر نحكي هلأ بعد أكتر من سنة إنه نجح في التحدي وقدم هالمحتوى بشكل جديد في اليوتيوب العربي وأكتر شي بميزه بصمته ولمسته الخاصة بالمقاطع فهو دمج المعرفة بالجانب الكوميدي من شخصيته وهذا خل المتابعين يحبوا اللي بيعمله زي مثلا قضيت يوم كامل في ملجأ نووي وهالمقطع صافر أحمد مخصوص لروسيا مشان يصوره وعيشت 24 ساعة في دار أيتام وصرت أصاملة 48 ساعة وجربت أشتري متابعين إنستجرام واليوم وصل أحمد لأكتر من 6 مليون مشترك أنس بوخاش وهو صانع محتوى إماراته ويعتبر من أوائل الناس اللي أدموا البودكاست على يوتيوب وبركز هذا المحتوى على استضافة المشاهير وأكبر المؤثرين والشخصيات في العالم العربي والمميز في أنس بوخاش إنه من خلال الأسئلة اللي بترحى عضيف بيوصل أعمق نقطة في شخصيته ومعظم الشخصيات بكون صعب إنك تاخد منهم أي معلومة عنهم أشوف الناس اللي حولي بعمري اللي أصدقى يا ربي قاعد يسافروا ودي أصدقى لكن أنا سبطريقته بيستدرج لديوف من خلال حوار منفتح وصريح ومريح وهالبودكاست نجح نجاحي كبير في الوطن العربي ولو شفت أعداد المشاهدات الموجودة على كل حلقة رح تفهموا شو أصدقى وبس والله هذا كان فيديو اليوم واستنوني بالجزء الثاني من هاي السلسلة وما تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ومع السلامة بشوفكم بالفيديو الجاي